يا أهلا وسهلا 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 ومعكم رحمة الله وبركاته معكم أخوكم هاني والهاليو معكم مقطع وريدون wspångسب لشخصية من خطر Draleon وهو Koaching سأشرح شخصية شخصية سنعطيكم كامل و سأعطيكم بعض النصائح كلّ mission والأسلحة الأرطفال وغيرا منه اخر ولكن قبل أن نبدأ الجم envoy في نسبة كبيرة منكم Wick فلا تنسواенное lol ولا تنسيون جرس التنبيهات كبير ثانيا ابنا نقوم بتنديه امو الفارحة خليكم مع المقطع كتشينغ شخصية إلكترو موجودة من بداية اللعبة وهي أحد البوعيص السبعة الحاليا اللي موجودة في الستاندرد بانر وشخصيا هي أول شخصية فايستار نزلت لي وأول مين دي بي اس لي وطبعا الاسنشن ستات حق كتشينغ وهو كريت دامج يعني كل ما لفلتها كل ما رح ترفع لك الكريت دامج هذا شي ممتاز وبيسهل عليك البيلد طيب بما أنه أخدنا النبذة بسيطة عن كتشينغ خلينا نروح للتالنت كل ما أن التالنتاتها كلها مهمة لأنه دمجها بيجي من كل التالنتات وشخصيا أنا أشوف النورمال أهم شي رغم أنه نفسما تشايفين الناس مفضلين الألت وبعدين راحين النورمال والسكيل عن نفسي أنا أفضل النورمال لأنه النورمال حرفيا بيجي منها دمج مرة عالي سواء أنت لعبتها فيزيكل أو إلكترو كتشينغ عندها تو بلاي ستايلز أو طريقتين لعب على أيام زمان أول ما نجبتها كتلعب بيها فيزيكل وصراحة الفيزيكل حتى ممكن إلى الآن تسوي بيه دمج من ناحية النورمال وتشارج أتاك ممكن تسوي بيه دمج أعلى وحتى مع نزول مكة أكيد الوضوع في الفيزيكل سار أفضل ولكن إذا تبقواها نصيحة مني يلعبوها إلكترو بالنسبة للسكيل السكيل ليها طريقتين تفعيل الطريقة الأولى هي أنك تضغط السكيل مرتين ورح تحول ضربات النورمال حق كتشينغ لإلكترو هذه الناحية أنت تقعد تضرب نورمال بالإلكترو وتسوي شارجات بالإلكترو أو أنك ترمي السكيل وبعدين تعلق على تشارج أتاك في هذا الحال السكيل حق كتشينغ رح ينفجر ويسوي دمج أعوي بسيط طبعا غير كده سكيل كتشينغ يبنيك تعلق عليه وتأشر فوق وتطير أو تروح لعدو بعيد مشابه جدا لسكيل الهيثم يكون حل للأكسبوريشن ولكن لو كنت مثلا في الأبس هذا الشي بيبطئك اللمانة طيب نجي للألت حقها والألت حقها يضرب ضربات كتيرة فوقت ثمانية ضربات وبعدين في النهاية تضرب ضربة واحدة قوية اللمانة ألتها يعجبني لأنه يتسبم حرفين الأنرجي كوست حقها 40 يعني أنت كل ما بيطلع الألت كل ما رح تستخدمه يتسبم ودمجه لا بأس به اللمانة محترم وغير كده الكولداون حقه جدا وقت 12 ثانية يعني يمديك تسوي الروتيشن وتحول لشخصياتك وترجع تسبم ألتها مرة تانية ولو أنه دمج ألتها مذاك الشي لأنه حلو أنك تسبمه ومع الوقت يتدمج دمج محترم ننتقل للباسف تالنت وبالنسبة للباسف التالنت الأول أنتكلمتكم عنه قبل شوية والذي هو يقول لك أنه لو ضغطت السكيل ورحت للسكيل يعني ضغطتها مرتين رح يخلي سيف كيتشينغ إلكترو يعني ضربات النورمال تشارجتها ستكون إلكترو لمدة 5 ثوانية طبعا بالنسبة للباسف تالنت الثاني والباسف التالنت هذا جدا ممتاز لكيتشينغ والذي هو يقول لك أنه كيتشينغ لما تفعل ألتها الكريت ريت حقها رح يزداد 15% وفوق هذا كله الانرجي ريتشارج رح يزداد 15% زيادة طبعا مدة البوف هذا رح يتكي 8 ثوانية بعد ما تفعل ألتها يعني إذا أنت قاعد تسبم ألتها عندك 4 ثوانية عبال ما يطلع ألتك مرة ثانية وتأتيك هذا البوف من جديد الأمانة للباسف تالنت دائه جدا ممتاز خصوصا أنه كيتشينغ لما ترفع لسانشنستات حقها يرتفع الكريت دمج ومع الباسف تالنت هذا بيرفع الكريت ريت ونسبة الكريت ريت اللي بترتفع مو بسيطة 15% نسبة جدا ممتازة ومدتها حلوة وتفعيلها جدا سهل الباسف تالنت الأخير واللي هو يقول لك أنه كيتشينغ لما تحطها في اكسبديشن في اليوي رح تنقص الوقت اللي تجلب لك فيه الموارد بنسبة 25% طيب بما أنه خلصنا من التالنت وطريقة اللعب لشخصية كيتشينغ فننتقل لألارت فاكتات وأفضل ست لها هو ست أنا ما عندي هو ست الثاندرينج فيوري هذا الست جدا ممتاز لأنه توبي ست بيعطيك الكترو دامج بونس وفق هذا كله بيرفع دامج الرياكشن حق الالكترو حق كيتشينغ خصوصا مع ريكشنات الدندرو وفق هذا كله بينقص الكول داون حق كيتشينغ يعني تقريبا يمديك تسبم السكل كل كم ثانية ومع هذا الست رح يكون كيتشينغ دورها أكبر في التيم ولكن إذا ما عندك هذا الست زي أنا ممكن تعطيها 2 أتاك 2 أتاك أو ممكن تعطيها 2 أتاك 2 أتاك 2 إلكترو الست اللي ذكرته قبل شوية برضو فول ست ثاندر بيكون ممتاز عليها ولكن ما أنصحكم تفرموا داك الدومين نصيحة إذا تيبوا رتفاكتات قديمة جيبوها من الساند بوكس أو أعطوها رتفاكتات من المتوفر عندكم زي ما أنا معطيها 2 أتاك 2 أتاك طبعا أكيد بعد كده ممكن تعطوها 2 أتاك 2 ماستري أو 2 ماستري 2 ماستري أو حتى فول ست قلدد كل الأرتفاكتات اللي ذكرتها بتكون ممتازة عليها والشخصية جدا فليكسبل يمديكم تعطوها أي نوع أرتفاكت من اللي ذكرتها قبل شوية بتكون ممتاز عليها ولكن إذا مرة ودكم في أفضل ست لها هو ست الثاندرينج فيوري فذاك بيكون أفضل ست لها طبعا لو حابين تقطقوا شويتين وتلعبوا في فيزيكال كيتشينغ ممكن تعطوها فول ست حاقيولا ست الفيزيكال بيكون ممتاز عليها ويمديها تفاعلها الفول ست بكل سهولة هو مثلا ممكن تعطوها 2 فيزيكال 2 فيزيكال ست يول أو ست البلود هذا اللي تشوفوا قدامكم بيكون ممتاز عليها إذا ودكم تلعب بها فيزيكال طبعا بالنسبة للمينستات أكيد يعطوها يا أتاك يا إلمينتل ماستري على حسب إن تبتلعبها في أي تيم وغالبا ما تحطها في رياكشينات الدندرول لما أنا مو مرة تفرق طبعا عطيتها ساعة أتاك أو ساعة إلمينتل ماستري كله يمشي عليها وكله يكون خرافي عليها أكيد الكوب ما عليها أي خلاف يعطوها كوب إلكترو أخيرا إنتاج كريت ريت أو داميج على حسب اللي ناكسك بعد بالنسبة للسبستات سحاولوا تركزوا على كريت ريت والداميج والماستري وأخيرا الأتاك برسنتج طيب بما إنه خلصنا من فقرة الأرتفاكتات خلينا ننتقل لفقرة الأسلحة ونبدأ بسلحة الفايف ستار غالبا أفضل سلاح لها بيكون ما بين المسبلتر وما بين الجيد كاتر السلاحين دولة جدا ممتازين عليها بعد كده عندنا أسلاحة الهيثم جدا ممتاز عليها كمية الكريت داميج اللي بيعطيه والكريت ريت وفوق هذا كله إنه بيسوي سكيلينغ مع المنتل ماستري ممكن تستفييد كتشينغ من هذا الشي بيكون السلاح جدا خرافي عليها ولنستسيف الجيو بيكون خرافي عليها أكيد سلاحاته كمان بيكون ممتاز عليها ولكنه ما توقع أن يكون أفضل من الأسلحة اللي ذكرتها قبل شوية بالنسبة لأسلاحة الفورستار ونبدأ بأسلاحة البلاك سورد مرة ممتاز عليها خصوصا لو رفعت الرفامنت بيزود النورمل وتشارج اتاك حقها وبعد كده عندنا سلاحة البلاك ليف سلاحة F2P ممتاز عليها أكيد لننسى سلاحة الايرون ستينغ واللي موجود عند الحداد بيكون خرافي عليها وطبعا أكيد لننسى سلاحة لاينز رور هذا السلاح من أفضل لأسلاحة الكتشينغ لو عندكم هي R5 وأخيرا لو انتوا ناوين تلعب بيها فيزيكل عندكم سلاحة البروتو تايب أو سلاح على كويلا فوفونيا طيب خلينا ننتقل لفقرة الكونسيليشنز والأمانة كونسيليشناتها من أعفا الكونسيليشنات اللي موجودة في اللعبة كاملة لأسف احنا عارفين ان الشخصيات اللي في البداية مع نزولهم كونسيليشناتهم كانت سيئة ومن ضمنهم كتشينغ والكونسيليشن الأول يقول لك انه لو فعلت السكيل وسيف كتشينغ كان عليه إلكترو رح تسوي ضربة خفيفة أيوي إلكترو وهذه الضربة غالبا احنا ما بنشوفها إلا لما كان عندك الفول ست ثاندرينج فيوري عشان تقدر تلاحك تستخدم السكيل مرة ثانية ويكون قيدو الفيوجن حق الإلكترو موجودة على كتشينغ لأمانة الكونسيليشن الأول دائما من أمه فايدة نفس الحكاية مع الكونسيليشن الثاني قل لك انه لو كتشينغ سوت نورمل أو شارج اتاك دامج بالإلكترو عندها نسبة 50% أنها تطلع ألمنت البرتكل أو إنرجي لنفسها وطبعا هذا شيء ممكن نعاد إلا كل خمسة ثواني الألت حقها 40 إنرجي كوست أقل كوست موجود في اللعبة فحرفيا ألتها بيتسبب ما تحتاج أي كونسيليشن لدخل بالإنرجي والأسف هو موجود هنا في الكونسيليشن الثاني طبعا كونسيليشن ثلاثة يطور تلنت الألت ثلاثة زيادة وكونسيليشن خمسة يطور تلنت السكيل ثلاثة زيادة كونسيليشن أربعة والكونسيليشن الوحيد اللي ممكن أشوف أنه كويس ويرفع من ناحية دماج كتشينغ واللي هو يقول لك أنه لمدة 10 ثواني كتشينغ لو سوت رياكشن إلكترو وغالبا لو بتحطها في تيمز الدندرو دائما بتسوي رياكشنات إلكترو يقول لك الأتاك رح يزداد بنسبة 25% زيادة الكتشينغ هذا الكونسيليشن بيكون ممتاز عليها وأخيرا كونسيليشن يرفع من دماجها كونسيليشن ستة والأخير واللي هو يقول لك أن كتشينغ لما تسوي نورمال شارج أو بيرست سيأتيها 6% إلكترو دامج بونس لمدة 8 ثواني ويقول لك الـ 6% ستنحسب على كل ضربة أنت سويتها يعني لو سويت كل الضربات سيأتيك 24% إلكترو دامج بونس نصيبة الكونسيليشن ذا أنه هذا الشيء مستاكات للأسف كل ضربة ستنحسب مدة ثواني لحالها يعني لو سويت ألتك جاك 6 عبال ما تسوي السكيل وتسوي تشارج ونورمال نص المدة ستقيدها فما سيكون لديك 24% إلكترو دامج بونس طيب ننتقل لفقرة أفضل تيمز والشخصيات المناسبة مع كتشينغ طبعا في البداية خلين نبدأ بتيم الأغرفيت وطبعا هيلر زي كوكشينوبو ما تخرب الرياكشنز بتكون مرة ممتازة مع كتشينغ بعد كذا عندك شخصية زي الترافيلر أو ممكن تحط نهيدة أفضل بمراحل من الترافيلر وتكون جدا ممتازة مع كتشينغ خيرا شخصية زي كازوها بيرفع دامج كتشينغ بشكل مرة عالي وبيعطيها إلكترو دامج بونس ويرتفع دامج كتشينغ لا مانا هيبر كير كتشينغ أو كتشينغ ناشنل راحة أيامه وجود الدندرو الصراحة أفضل بكثير مع كتشينغ وما أنصح تحطوها في تيم زي كده طبعا لأن سازونغ لي في الحماية أكيد خيار ممتاز يكون في التيم وفق هذا كله بيسوي شريد للإلكترو برضه بيكون ممتاز مع كتشينغ ولكن من أفضل التيم الموجودة لكتشينغ من وجهة نظري وتيم الهايبربلوم طبعا كتشينغ لا تبنيها فل إلمنت الماستري عشان بس تسويها هايبربلوم لا في هذا الناحية عندك كوكي بتكون أفضل بشكل ممتاز ولكن كتشينغ بنيها نفس البيلد اللي قلت لكم عليها ستسوي أغرافيت وبعض الأحيان ستسوي هايبربلوم ودمجها جدا أسطوري في هذا التيم ممكن تحطوا فشل في نفس التيم حق تشينغ بتكون كويسة مع كتشينغ ما رح تشوفوا غير الأكشنات أغرافيت في التيم أغرافيت وراء أغرافيت من الاثنين دولار أخيرا وليس آخرا لو أدكم تجربوا تيم الفيزيكل ممكن تحطوها في هذا التيم بشرط أنه بنت ما يكون سي ستة لأنه بنت سي ستة بيخرب كتشينغ حرفيا سواء فيزيكل أو إلكترو أكيد ميكا وجود دحان رفع من شخصيات الفيزيكل ولا ننسى كتشينغ من البداية هي أحد أقوى شخصيات الفيزيكل اللي موجودة باللعبة ولكن إذا تبعوا نصيحتي تيم إلكترو كتشينغ مع الدندرو بيكون أفضل بمراحل سواء نلعب بها بهذا التيم الهايبر بلوم حاولنا قررت تلعبها أغرافيت خين نشوف هنا مشكلة نحتاج شخصية قوس هلان كده جبتي أعلان يلا تقعد ألعب في كتشينغ يا أخي صديق يا ليل يا ليل يا اللّه مانت أخره هنا أسمعت صوتها ولا أفتكر مرحبا مرحبا مراحبا مرحبا مرحبا اداعبا ادخله لو كتشينغ اولا إياس إياس بommes لديك مرحبا هذا هو قصيري الان لا 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 دخليك أصوري قمت بحث انا ننتهي لا تنزل اعتقد وقع كوكوشينوبو لا يوجد يا سلام افتكرت الماضي كبان كتشينغ أعوذ بالله كم أعرف كم أعرف مرحباً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة